في الشأن الانتخابي قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر في قانون انتخابات كردستان إلى 18 من شباط الجاري من جهتها أفاد مكتب مفوضية الانتخابات في أربيل بمواصلة الاستعدادات الفنية واللوجستية والإدارية لإجراء انتخابات برلمان أقليم كردستان لافتاً إلى شحن وتهيئة أجهزة الاقتراع ووضع جميع الخطط والبرامج الخاصة بها فضلاً عن تدريب الموظفين لإنجاح العملية الانتخابية في الأقليم